أكد رئيس تنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن العمل في محطة الركاب يسير وفق ما هو مخطط له للارتقاء بدورها الرئيسي بنقل واستقبال الركاب والبضائع القادمة من النوابع المصرية وأشار إلى أن مراحل تنفيذ مشاريع محطة الركاب تمت على ثلاث مراحل بقيمة تجاوزت 16 مليون دينار وشملت المرحلة الأولى تحصين وضع الركاب القادمين من خلال تخصيص ممر مغطى لمسيرهم إلى صالة الركاب الرئيسية وتخصيص مصار آخر للأمتع والتفتيش يضمن فصل الركاب القادمين عن المغادرين وتوسيع صالة الركاب وتخصيص أربع حافلات لنقل الركاب بشكل منتظم أما المرحلة الثانية تشمل إقامة ساحة لوجستية للمغادرين وضمها إلى ميناء الركاب بحيث تتم فيها كافة الإجراءات الأمنية والجمهورية للركاب والسيارات المغادرين في حين تشمل المرحلة الثالثة التفكير في التوجه إلى أقصى جنوب العقبة عند الوصول إلى عدد معين للركاب والسفن القادمة والمغادرة من محطة الركاب في العقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر